أسبوع بارد بشكل لافت يتوقع أن تتأثر به المملكة زخات من الأمطار في أكثر من مناسبة وأيضاً زخات من الثلوج في بعض الأيام التفاصيل في النشرة الأسبوعية بعد قليل شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو أسعد الأوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية من تقص العرب من المتوقع أن تشهد المملكة طيلة الأسبوع الحالي أجواء قارسة البرودة بسبب استمرار تدفق قميات أو تدفق رياح قطبية شديدة البرودة تستعمل على استمرار درجة الحراءة أقل من معدلات المثل هذا الوقت من العام ومن المتوقع أيضاً أن تشهد المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي ناتج عن امتداد لمنخفض البحر الأحمر بالتزامن مع وجود هذه الكتلة الهوائية الباردة تحديداً يوم الاثنين حيث تكون الفرصة وارد الرطوزة خاتم الأمطار بشكل عشوائي من المملكة تكون على شكل ثلوج أيضاً في بعض المناطق أيضاً من المتوقع أن تشهد المملكة خلال نهاية الأسبوع منخفض جوي وكتلة هوائية باردة جديدة تجلب معها الأجواء الشتوية لعموم المناطق نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية اليوم الأحد حيث تستمر درجة الحراءة الأقل من معدلات المثلية هذا الوقت من العام تنتشر كميات كبيرة من الغيوم المنخفضة والمتوسطة الارتفاع التي ستعمل على هطول بعض زخات الأمطار المحدودة خاصة في شمال المملكة يوم الاثنين حالة من عدم استقرار الجو المتوقع أن تتأثر بها المملكة ناتجاً امتداد لمنخفض البحر الأحمر من الجنوب وتواجد الكتلة هوائية باردة من الشمال وأيضاً بالتزامن مع هبوب لتيارات شمالية شرقية سطحية جافة قارصة البرودة تغطر زخات من الأمطار في أجزاء عشوائية من المملكة تكون على شكل زخات ثلجية أيضاً في بعض المناطق المحدودة والعشوائية من المملكة قد تشمد حتى المدن الرئيسية يوم الثلاثة تتراجع تأثيرات هذه الحالة من عدم الاستقرار الجو ويعود التقص للصفاء تدريجياً في المنطقة الوسطى والجنوبية والشرقية من المملكة لكن تستمر منطقة الشمالية تحت تأثير كميات من الغيوم المنخفضة والمتوسطة للارتفاع والتي استعمل على هطول بعض زخات من الأمطار يوم الأربعة بإن الله كتلة هوائية باردة قارصة البرودة تتأثر بها المملكة مجدداً تنخفض درجات الحرارة بشكل حاد وكبير تصبح أقل بكثير من معدلات مثل هذا الوقت من العام وتنتج الكميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة أيضاً وتعطل زخات من الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية تكون على شكل ثلوج فوق القمام الجبلية العالية مع نشاط كبير في سرعة الرياح خاصة في جبال الشرع يوم الخميس تستمر تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الباردة تستمر أيضاً فرصة زخات الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى وأجزاء من المنطقة الشرقية هذه المرة يتخللوا أيضا زخات من الثلوج فوق القمم الجبلية العالية يوم الجمعة تستمر تأثيرات هذا المنخفض الجوي وأيضا الكتلة الهوائية الباردة درجة الحرارة تستمر أقل من معدلات لمثل هذا الوقت من العام تستمر أيضا فرصة طول زخات الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى أيضا من منطقة الجنوبية وأيضا الشرقية تكون على شكل ثلوج فوق القمم الجبلية العالية إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو